كتلة جديدة داخل القبة السفلة للبرلمان اسمها جزائر الغد وتعدادها 37 نائبا من أحزاب ضعيفة تمثيل وأحرار ومناضلين سابقين في أحزاب وكتل أخرى في المجلس الشعبي الوطني الظروف فعلا أملت أنه بدون انتماء يجب أن يتكتلوا ويتكتلوا فعليا في كتلة برلمانية أعطينا هذا التسمية وإن شاء الله طامحين في المستقبل باش يكون عندها دور إيجابي لا نتكلم على الناحية العددية بعد حزابة حري الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي يأتي هذا التكتل ولو أنه غير رسمي لأنه غير منصوص عليه في النظام الداخلي المجموعة البرلمانية الجديدة التي يعيد تشكيلها ترتيب مثيلاتها بالبرلمان وإن كانت ضرورة برأي أفرادها فإنها ستواجه رهانة تقريب بين الآراء السياسية للمنتمين إليها داخل برلمان ظلت صفة الهاجين لسيقة به منذ تشريعية العام 2012 قال مثل الديم انتخب على أساس قائمة حزبية معينة وعلى أساس مواقف معينة لغدوة القاية في حزب واحد آخر أو تلقاية في مجموعة أحرار أو تلقاية فيها لا هذا انتهاك إلى ضمائن مواطنين وبتكتل لواب ما كان يعرف بشتات في مجموعة برلمانية جديدة فإن مباشرتها مهامها رسميا سيكون ولا شك لافتا فيما تبقى من العهدة التشريعية الراهنة فضلا عن الاستحقاقات القادمة